بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من سروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنفل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الفروج كذبت قبلهم قوم موح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعا وإخوى موت وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن السماء لقعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخت الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرف اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل تفار عنيد من ناعم للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبتل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انتلأت وتقول هل من مسيد وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خسي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولديها مهيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيس إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في سكة أيام وما مسنا من نروب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طروع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخلوج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حتى تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حتى تشقق الأرض من مكان قريبا تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حتى تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حتى تشقق الأرض من مكان قريبا